نانسي بيلوسي أعلنت عدم سعيها مجددا لقيادة الحزب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي ما فتح الباب أمام الطامحين لخلافتها رئيسة مجلس النواب الحالية تنتهي ولايتها بحلول يناير المقبل ويبدأ بعدها الحزب في مرحلة إعادة رسم مصار جديد لديمقراطيين لأول مرة منذ عقود المصار الجديد سيبدأ مع تراجع أول ثلاث قيادات برلمانية نانسي بيلوسي وأبرز شخصيتين في الكونغرس بعدها نتحدث عن ستاني هوير وعن جيمز كليبورن إذن نتحدث عن هذين أو كليبورن عدة شخصيات أعلنت عن ترشحها للمناصب القيادية منهم حكيم جيفريز إذن نتحدث عن حكيم جيفريز وكذلك أيضا عن كاثرين كلارك وعن بيت أجيلار هم الذين عبروا عن سعيهم لشغل المناصب القيادية مع رحيل الحرس القديم المرشحون الثلاثة يتميزون بعمر أصغر من القيادات الحالية فهم أقل من ستين عاما من العمر أيضا التنوع العرقي والجنسي قد يمثل دعما لهم حكيم جيفريز مرشح لأن يكون أول شخص من أصول أفريقية في منصب قيادي بالحزبين في أي من مجلسي الكونغرس وأيضا بوجود كاثرين كلارك سيضمن الحزب وجود سيدة في قيادته أما الطرف الثالث بيت أجيلار سيكون ثاني مشرع من أصل اللاتيني يترأس المؤتمر الحزبي إذا تم انتخابه هذا الشهر واشنطن بوست التقت بأكثر من عشرين من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي وعبروا عن تفاؤلهم بشأن الجيل الجديد من القادة المتوقع أن يتولوا زمام الأمور لكن ذلال نانسي بيلوسي ستبقى فوق القيادة الجديدة فبحسب الصحيفة يدرك الديمقراطيون في مجلس النواب بأغلبية ساحقة أنه لا يوجد زعيم واحد في الجيل الجديد يمكن أن يكون بنفس قوة بيلوسي بنفس قدرتها على تحقيق نتائج تشريعية من خلال إقناء الأعضاء من خلال دفعهم في الاتجاه المطلوب بدون القبضة المشددة لقيادة بيلوسي يتخوف الحزب من أن يخلق الواقع الجديد سيناريو لا يمكن فيه لأحد التحكم في مطالب الأعضاء أحد أعضاء الكونغرس الذين تحدثوا إلى واشنطن بوست شريطة عدم الكشف عن اسمه قال إنه إن لم يعيش النواب في حالة خوف من رئيس مجلس النواب فربما تخرج الأمور عن السيطرة هنا كانت أهمية بيلوسي ويرى العديد من الديمقراطيين أن التغيير مخاطرة ولكن تستحق المجازفة لسأمهم مما وصفوه بالحكم من أعلى إلى أسفل وهم يبحثون عن قادة جدد ينخرطون في كثير من الأحيان مع الأجنح المختلفة للحزب في الكونغرس الثلاثي القيادي المرتقب في الكونغرس المقبل جيفريز وكلارك وأجيلار قضوا الكثير من الوقت خلال الفترة الماضية في تقوية العلاقات مع أضاء الحزب وأكدوا أنهم سيعتمدون على نقاط القوة لدى بعضهم البعض لتقريب جميع وجهات النظر على طاولة الحوار الداخلي في الحزب وفي حين يوجد حماس كبير للمسار الجديد للحزب عبر العديد من الأعضاء الديمقراطيين عن سعادتهم لسماع أن الحرس القديم سيظل موجودا في الفترة المقبلة للأخذ بيد القيادة الجديدة على أمل العودة بعد عامين لاستعادة السيطرة على مجلس النواب أتمنى أن أرى للمسارة للعودة لنحن نحن لإمكانك التجاربين إلى المنزل المستقبل للحزب الحزب لنحن لنحن لأشهد القيادة أن أعجب أعجب أن أشهد أن الكثير من مستطيع على المستقبل لتخطي 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 للمسارة الحزب إنهم يشهد شكرا